أشرف وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارات المليونية سيد عبد الأمير الشمري من داخل مقر قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف على خط سير الزائرين القاصدين مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لإحياء زيارة ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم ووجه الوزير بجملة من التوصيات لإنجاح هذه الزيارة والعمل على توحيد جميع الجهود لتقديم أفضل الخدمات للزائرين والتعاون مع أصحاب المواكب والهيئات وشددا على متابعة تطبيق مفردات الخطة الأمنية الخاصة بإحياء هذه المناسبة الخليدة